السلام عليكم بات الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية لتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة الوصفة تعلنها اليوم ان شاء الله ودائما مع الجديد رح نشارك معكم كيماراكم تشوفوا بريوش بشكل جديد قطني ايجي اخف من الرشا محشي بالشوكولة ونامت اكدى هذ الوصفة اذا جربتوها رح تعجبكم بزاف رح تعجب الكبار والصغر وقبل ما نبدأ في الوصفة تعلنها اليوم ما تنسوش الاعجاب الفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي وعلى بركة الله نبدأ في الوصفة تعلنها اذا نحتاجو كاس تعلن حليب دافي قياس الكاس المستعمل 250 ملي نزيدو ملعقة كبيرة مملوقة خميرة الخبز وخمس ملاعق كبيرة سكر عادي نبدأ نخلط المكوينة مع بعضهم حتى يذوب السكر والخميرة مع الحليب راح نزيدو حبابي ونصف ملعقة كبيرة لفاني تقدروا تديرو لفاني ولا مازهر ولا مبشر ليمون على حسب الزوق ونزيدو اقل من نصف الكاس تاع الزيت يعني نصف كاس تاع الزيت راح تنقصو منو مقدار زوج ملاعق كبيرة ولا ثلاثة تاع الزيت نبدأ نخلط المكوينة مع بعضهم حتى تمتازج الزيت والبيض مع باقي المكوينة هنه في الاخير راح نبدأ نزيد في الفارينة راح نزيدوها بالتدريج ونصف ملعقة كبيرة تاع الملح ونبدأ نجمع في العجينة تاعنا بعض الطريقة كيما راكم تشوفوا في كل مرة راح نزيدو شوية تاع الفارينة اللازم تغرب لهها حتى نجمعوا العجينة تاعنا ونتحصلوا لعجينة طرية وما تتلاسقش في اليدين بالنسبة للمبتدئات ما تكتروش الفارينة كيما راكم تشوفوا نزيد فيها بالتدريج يعني غير بشوية حتى نجمعوا العجينتانة الغيسي بيون ديالنا راح نمسعو بشوية تاسد كما راكم تشوفوا تحصلنا العجينة طرية وما تتلاسقش في اليدين راح نغطيها بترشونة نخليها في مكان تافي حتى تخمر ويتضاعف الحجم تاحها وبعد ما خمرت العجينة تعنا كما راكم تشوفوا ما شاء الله راح نحطها فوق البلوندو تخافاي ونبدأ نخرج منها الهواء بهذه الطريقة راح نقسمها الى 10 كويرات متساوية بدون ما نستعملوا الميزان كما راكم تشوفوا الطريقة بسيطة نبدأ نكور في العجينة التاعي ونعاون نروحي بشوية الفارينا بعد ما كورت العجينة راح نغطيها بترشونة ونخليها ترتاح مدة خمس دقائق نرشو البلوندو تخافاي بشوية على الفارينا ونبدأ نحلف العجينة التاعنا بشكل دائري بهذه الطريقة راح نمسحوها بشوية على مارغارين طرية بدرجة حرارة المطبخ هلان نبدأ نشكل معاكم البريوش تعنار اليوم نطوي العجينة تعناب على الطريقة بتبعوا مليحة لبنات الطريقة بزبزب سهلة خطوات بسيطة جدا بالنسبة للحشوة تقدروا تديروا شوكولة تختيني تقدروا تديروا شوكولة القيطة اللي توفر عندكم ما يهمش تقدروا تديروا حتى مربع ونطوي بهذه الطريقة شوفوا البنات الطريقة بزبزب سهلة هاكذا ونزيد ندوروا العجينة التاعي هاكذا البنات كي ما راكم تشوفوا من الجهتين هاكذا هنا راح نغلقوها العجينة تعناقير من الفوق ونتحصلوا على هذا الشكل نزيد معاكم وحدة كي ما شفتوا هنا العجينة التاعي بعد منحلها بالحلال بشكل دائري نمسحوها بشوية على مارغارين ونطويها بهذه الطريقة نواسيها هاكذا بيدي نديروا الحشبان تعناق كي ما راكم تشوفوا عندي شوكولة مبشورة ونبدأ نطوي هاكذا البنات كي ما راكم تشوفوا الطريقة بزب سهلة ندوروا الجهة الاولى ونزيد ندور الجهة الثانية هذي هي النتيجة اللي تحصلنا لها ونكمل كامل كمية بنفس الطريقة نجيبوا الصينية تاعنا كي ما راكم تشوفوا بشكل دائري نفرش لها ورقة طهي ونحطوا العجينة تاعنا بهذه الطريقة كي ما راكم تشوفوا لبنات الطريقة للتشكيل بزاف سهلة يعني اي مبتدئة اذا تبعت الخطوات وتقيدت بالمقادير راح تتحصل على نفس النتيجة وانا متأكدة هنا راح نغطيب طرشونا ونخلي حتي خمر شوفوا اللي بنات بعد ما خمر شكل روعة ما شاء الله عندنا صافار حبابي ونصف ملعقة كبيرة تاع الحليب وملعقة صغيرة سكر عادي نخلطوهم ملح ونبدأ ندهن بريوش نتعنا بهذه الشكل وفي الاخير راح نزينوه بالجلجلان ومباشرة نطيبوه في فورن مسخن مسبقا الصينية نحطها في الوسط الفورن نشعلو من تحت ومن فوق في وقت واحد ونطيبوه في 200 دراجة بالنسبة للاخوات الفورن تحت وميشل غير ملتحت راح تطيبوه في 180 دراجة الصينية تحطوها في الوسط الفورن تشعلوه من الاسفل وبعد ما يطيب ويتحمر ملتحت على الجوانب تزيد وتشعلوه من فوق وتحمروه هنا كما راكم تشوفوه في الاخير راح نزينو بالجلان ومباشرة نحطوه في الفورن طيبوه ونشوفوه في شكل نهائي فيما بعد ان شاء الله هنا بعد ما طيبته نحيتو من الفورن وهو سخون غطيتو بترشونة نخليه مدة 5 دقائق باش ترجع لهذه الحرارة ويبقى محافظ على الرطوبة تاو كما راكم تشوفوه البلد جاء روعة ما شاء الله جاء بالسفل خفيف ارتب قطني جدا اخف من الرشا شوفوه نقسمت معاكم واحدة جاء خفيف بواحد الدرجة ما تصوروهاش وصدقوني يجيبني لتاع الصح ونتمنى من كل قلبي الوصفة تعلنهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها ننصحكم تجربوها لانه فعلا كما راكم تشوفوه وصفة تستحق انكم تجربوها وتدوقوها تحضروه تضيفوه عند حبابكم والناس العزازة على قلبكم تفرحو بها عائلتكم ووليداتكم حضرتوا معكم بمقادر جدا بسيطة متوفرة في كل بيت والطريق التحضير كما عودتكم دائما مختصرة وممتعة وصفة ناجحة من اول تجربة يعني اي مبتدئات قدرت تحضروه بكل سهولة وفي الاخير حبيت نشكركم بزاف على حسن متابعة وتعليقاتكم الجميلة والرائعة والطيبة نقولكم الله يحفظكم ويسعدكم يا رب وما بقى لي غير نقولكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في امان الله موسيقى